منتخب مصر اللي كان مر بظروف صعبة في المجموعات وتغيير مديرين فنيين ثم الاستقرار على روي بيتوريا النهاردة روي بيتوريا بيعلن قائمة المنتخب استعدادا لمباراتي ملاوي لا تكون يوم 24 مارس إن شاء الله و28 مارس نتمنى إن شاء الله التوفيق للمنتخب المصري في هذه المجموعة وخاصة إن المباريات دي في توقيت شهر رمضان يعني المعسكر كمان كل سنة وحرقكم طيبين وبنسبة شهر رمضان هيكون فيه رمضان فهتبقى ظروف مختلفة ومبارات ملاوي العودة هتكون الساعة 3 يعني قبل الإفطار فبالتأكيد مبارات صعبة وأعتقد كمان ما نقدرش نعفي المباراتي أو نأخذ هذه المباراتين بمعزل عن مباراتي الأهلي والهلال لأن فيه سبعة من نجوم النادي الأهلي منضمين لقائمة منتخب مصر الأول اللي ممكن استعرضها مع حضراتكم قائمة منتخب مصر لمباراتي ملاوي في حراسة المرمى موجود طبعا كابتن محمد الشناوي أحمد الشناوي محمد صبحي في خط الدفاع محمد هاني وشام صلاح ومحمد حمدي وأحمد فتوح وأحمد حجازي وعلي جبر ومحمد عبد المنعم وأسامة جلال وفي خط الوسط طرق حامد إمام عشور محمود حمادة مروان عطية حمدي فتحي أحمد سيد زيزو مصطفى فتحي عمر مرموش أحمد عبدالقادر محمد صلاح وفي خط الهجوم مصطفى محمد أحمد حسن كوكا وقهربة لاعب النادي الأهلي منذ العودة في حالة تقلق بالتأكيد مباراتين هيكونوا في غاية الصعوبة للأجواء والظروف منتخب مصر في المجموعة نتمنى إن شاء الله يكون الفوز حليف المنتخب المصري في المباراتين ونتمنى إن شاء الله تكون في عودة سريعة لمنتخب مصر بعد مبارات 28 لأن في سبع من لعبي النادي الأهلي متواجدين مع المنتخب المصري وهيكون عندنا مباراة مصرية يوم 31 لسه ما تحددش بشكل كبير نتمنى إنها تكون 1 إبريل عشان يكون فيه متسع على الأقل يوم للعيبة دي إنها تريح بشكل أو بآخر ونتمنى يكون فيه تنصيق ما بين المنتخب والنادي الأهلي في حالة إن روي فيتوريا فيه لاعبين من السبع مش هيكون محتاج ليهم في مبارات العودة يعني ما يسفروشوا يكونوا متواجدين وسبق وحصل التنصيق ده بين روي فيتوريا وأنديا كتير وحتى روي فيتوريا قال إن التنصيق مستمر ما بينه ما بين الأندية